الله أكبر لا يكاد يندمل جرح حتى ينزف جرح آخر بدماء جديدة هكذا هو المشهد في العراق جرائم يهتز لها ضمير الإنسانية تنتهي التحقيقات فيها إلى سراب وتسجيلها ضد مجهول مع أن الجاني معلوم للجميع العراقيون تلقوا بصدمة وألم فاجعة الحريق الذي التهم مستشفى ابن الخطيب في بغداد ليؤكد الحقيقة المرة لفشل نظام المحاصصة القائمة على تدمير جميع المؤسسات لا سيما النظام الصحي المنهار في ظل تلك السياسات فلم يكن هذا الحريق الأول فقد سبقه حريق مستشفى اليوموك الحكومة الحالية وجميع أحزابها الفاسدة هم من يتحمل فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ومقتل وإصابة أكثر من مئتي شخص بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي قالت إن مآسي وآلام الشعب العراقي ما تزال مستمرة ومتنوعة بسبب السياسات الحكومية المتخبطة والفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة والانتهاكات الصاريخة التي تستهدف العراقيين مفوضية حقوق الإنسان قالت إن الحريقة نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين استوانات الأكسجين وأن ما حدث كان ناتجاً عن تقصير واضحاً في المؤسسات الصحية وعدم مراعاة حقوق الإنسان وهو يمثل جريمة بحق المرضى وطالبت بإقالة وزير الصحة الحالية حسن التميمي التابع للتيار الصدري وإحالته للتحقيق فيما سارع الصدر للتنصل من المسؤولية والتبرئ من الوزير أما رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي فقد هرع كعادته إلى تشكيل لجنة تحقيقية لتصبح القضية في طي النسيان بعد أيام فيما اعترف رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح أن فاجعة مستشفى ابن الخطيب جاءت نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة بسبب الفساد وسوء الإدارة الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد يكشف عقوداً من الإهمال والفساد وضعف الاستثمار في العراق بحسب وكالة أسوشتد بريس التي قالت إن العراقيين باتوا يدفعون ثمن الإهمال والفساد بعد أن قدموا طيلة سنوات ملايين القتلى والجرحى ضحايا للاحتلال والاضطرابات الأمنية